الخطوات التي قام بها الإطار التحالف الثلاثي والخطوات التي قام بها الإطار كمراكبين بالأقل نشوف أنه خطوات التحالف هناك من يقول أكون جعجعة من غير طحين نسمع الإطار يقولون عندنا 134 من الاتلاف الشيعي يوم أمس أحد أعضاء اتلاف القانون قال عندنا 134 صوت شيعي موقع توقيع فأنا من يما ضفتها 80 من التحالف صدري صاروا 200 و24 يعني هل من المعقولة نواب الشيعي صاروا نمو خلال أسبوعين صاروا 220 أكو أرقام تقال بدون حساب اليوم قبل شوي أحد النواب أيضا قال أدنى 50 من المستقلين انضموا إلينا يعني ماذا المستقلين صاروا 100 فأكو عملية حسابية يقولها بعضهم دون أن يدرك معانيها هذه تقلل من مصداقية الآخر أمام الجمهور في واقع الحال يعني أنت تحدث عن لغة الأرقام سيد غالب لغة الأرقام يبدو لا أحد يفكر بها يعني جيدا شوف الصد يعني هيفا وضيوفك الكرام الخطوات اللي قام بها التحالف الثلاثي جلس وانتخب الرئيس ونائبه ومضى جلس وعاد انتخاب ترشيح رئيس الجمهورية مرة أخرى ومضى واليوم أعلن تشكيل الكتلة الأكثر عدنة اللي مؤلفة من 180 نائبا تقريبا في حين نسمع الطرف الآخر إنه عنده كتلة اسمها الثبات صار شهر نسمع بها نسمع بها ولا نراها يعني ممكن خالين خط رجعة يعني لا لا سمحيلي نحن نتكلم بالواقع وكعدنا واقع وكعدنا تمنيات نعم حساني بعيدا عن هذه الجهة وبتلك الجهة لكن أمام المتحقق أراه منجز أمام التحالف الثلاثي يوم أمس أنا في لقاء مع السيد علاء الركابي قال بملأ فيه إننا سنحضر الجلسة أن نحن وجيل ولكن لن نصوت لأحد يعني وهناك عشرة نواب أيضا أضيفوا بمعنى من أصل 48 نائبا مستقلين هناك في حدود 25 نائبا سيحضرون فضلا عن نواب آخرين من كتل أخرى أيضا ستحضر وبالتالي فإن الذي يقول إن لدي 134 نائبا أعتقد المعلومة مو دقيقة لكن قد سيد زيد قال